اليوم بنتكلم عن الاندفاع الكبير الجاي في الكريبتو الفرصة الكبيرة القادمة وأكيد بنتكلم عن البيتكوين ايثيريوم والكردانو على المدى القصير ولكن عايز أدخل بالبيانات والإحصائيات وعايز أوريكم ليش عندي إيمان أننا بنحصل على ارتفاع كبير في السوق وكيف هذا الشيء بيكون أتمنى أنه أنتم متحمسين لهذا الشيء فيديو اليوم مهم جدا مرحبا بكم مرة أخرى أنا منصور وقدم لكم العملات الرقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذا القناة سوي سبسكرايب وفعل الجرس جماعة عايز أتكلم عن البيتكوين وبقية العملات البديلة على المدى القصير قبل ما أتكلم عن ليش عندي إيمان أننا على وشك الحصول على المرحلة الثانية من الطلوع القوي في هذا البولرن وكيف كل شيء بيطلع بشكل مجنون طيب في البداية فين إحنا الآن في البيتكوين طيب إحنا مستمرين بالحصول على أقاع أعلى من قاع وكمان الآن حصلنا على قمة أعلى فإلى الآن الأمور جيدة وكل شيء ماشي حسب الخطة وفي الحقيقة إحنا نطلع فوق المستويات واحد وراء الثاني تقدروا تشوفوا أمس طلعنا فوق الخط الأصفر عند 48174 وهذه كانت أول مرحلة نطلع فوق هذا الخط من شهر خمسة وهذا شيء ممتاز جدا المستوى الجاي وهذا مستوى كبير اللي هو الخط البني ويعتبر شيء مهم إنه نطلع فوق هذا الخط وإذا مش عارفين ليش أنا نزلت فيديو قبل يومين أشرح ليش ولكن أتوقع بعطيكم تذكير عنه في فيديو بكرة لأنه في هذا الفيديو عايز أركز على شيء ثاني فإذا عايز تعرف ليش هذا المستوى مهم جدا وليش راح يكون هذا معاناة كبيرة على بال ما نطلع فوق هذا الخط فلازم تسوي سبسكرايب وتفعل جرس الآن علشان لا تفوت الفيديو فالبيتكون الآن حاليا طلعنا لهذا المستوى وراح نوصل للمستوى الكبير ونكسره ولكن أكيد راح نشوف مقاومة هنا تقريبا لمدة يومين أو أسبوع قبل ما نكسره للأعلى وأكيد التوقيت صعب جدا إنه الواحد يوقت ويحدد متى وقت طلوع لكن كل اللي يقدر أقوله إنه على الأرجح إنه راح نكسره وما أعرف متى وأكيد ما حد يعرف متى بالنسبة للإيثيريوم الأشياء مختلفة شوية لأنه لنا فترة نعاني من هذا الخاط البني ولكن على الأقل إنه في تشكيلة على فريم الساعة عندنا تشكيلة مثلث وربما قد يكون هذا هو الشكل اللي نحتاجه علشان يدفع السعر للطلوع للأعلى تشكيلة صراحة جيدة خليكم متابعين لهذا المثلث وشوفوا هل بنكسره للأعلى ونرجع نختبر المثلث بصراحة هذا مش مثلث كبير ولكن أقل شي بنلاقي دفع حلوة على أمل الطلوع فوق الخاط البني عند 3450 دولار وإذا طلعنا فوق الخاط البني أنا أتوقع أن الإيثيريوم بيستمر بالطلوع إلى المستوى القادم نفس اللي صار أو نفس اللي حصل معنا مع عملة الكردانو بالكلام مع الكردانو حاليا نمشي بشكل جانب شوية بشكل جيد وما أتوقع أنه كردانو راح يتغلب على الإيثيريوم حاليا وفي ناس يسألوني إلى أي مستوى ممكن هذا الطلوع يستمر واللي بقوله إنه المفروض إنك اقتنصت واحدة من هذه الفرص يعني إذا ما لحقت هذه الفرصة عند واحد دولار صار عندك فرصة ثانية وبعدها كان عندك فرصة لما كسرنا الخط البني وكانت بس قبل كم يوم يعني وكانت هذه هي الفرصة والآن الكردانو يعتبر شوية خطر بعد هذا الطلوع لأنه ما أعتقد أنه باقي 5X في الكردانو لأنه إذا صار هذا الشيء معناه أنه راح يتغلب على الإيثيريوم أكيد إذا استمر السوق كامل بالطلوع فأكيد راح نحصل على 5X طيب ربما نحصل على 1X 2X أو 3X لما يبدأوا إطلاق العقودة الذكية ولكن إلى الآن قد طلعنا طلوع جميل جداً بصراحة الكردانو عندهم مجتمع قوي متماسك وهذا الوحد سبب كافي إنه ممكن نحصل على طلوع 100% على المدى القصير ولكن بعدها راح يكون الوضع أخطر لأنه راح نكون في منطقة الطلوع فوق الإيثيريوم ممكن أنها تحصل ولكن ما أتوقع أنها تحصل بدري زي كده طيب خلونا نتكلم عن أشياء مهمة لما نروح للبيتكوين في شيئين لازم نركز عليهم أعتقد أننا على وشك الحصول على الموجة الثانية لصغار المستثمرين بيدخلوا في الكريبتو طيب قبل ما أتكلم عن هذا الشيء لا تنسوا التزيل والدخول في فريقي وتحصلوا على بونس إضافي غير البونس الأساسي الكبير اللي هو 1610 دولار فحاولوا تستغلوا هذه الفرصة ويدخلوا في فريقي وكمان إذا عايزين تحصلوا على دخل مستمر في البيتكوين والإيثيريوم تقدروا تشوفوا أنه هنا عندنا أرباح 12% على البيتكوين و16.% على الإيثيريوم ولسه باقي يومين على التزيل في هذا التطبيق اللي هو تطبيق الحصول على الدخل اللي تقدروا فيه الحصول على هذه الفوائد أو أكثر فإذا عايز تستغل هذا الشيء الرابط موجود في الأسفل الموجة الثانية الكبيرة للمستثمرين الصغار إيش اللي أشوف الآن؟ أنا أشوف البريميوم حق الجي بي تي سي والآن لازال عند سالة 11% عرض الجي بي تي سي؟ إيش هو عرض الجي بي تي سي؟ هذه طريقة للمؤسسات يشتروا بيتكوين ويعملوا أسهم وبعدين يبيعوا الأسهم ولازم يخلوا الأسهم معهم لمدة 6 أشهر أو 9 أشهر أعتقد 6 أشهر فيشتروا البيتكوين يحولوها الأسهم وبعدين يبيعوا الأسهم لصغار المستثمرين وهذا هو السبب لما طلع البيتكوين بشكل جنوني هنا المؤسسات كانت تشتري البيتكوين بهذه الطريقة وبعد 6 أشهر قدروا أنهم يبيعوا وعشان كذا البريميوم الحين نزل وعندي فيديو كامل أشرح هذا الشيء فما راح أشرحه مرة ثانية اللي بقولوا أنه هذا مقياس جيد لقياس جوع صغار المستثمرين لأنه في ناس يفهموا هذا بشكل خاطئ بعض المؤسسات يشتروا أسهم الجي بي تي سي صحيح ولكن معظم المؤسسات يشتروا البيتكوين الحقيقي ويحطوا في الجي بي تي سي وبعدين يبيعوا أسهم الجي بي تي سي وصغار المستثمرين بشكل رئيسي يشتروا الجي بي تي سي طيب بما أنه ما في طلب على الجي بي تي سي تقدروا تشوفوا أنه العرض أو البريميوم لا زال سالب لفترة طويلة وهذا يوضح لي أنه لسه ما في تدفق هائل لصغار المستثمرين وفي شيء آخر إذا رحتم على جوجل تريند وبحثتم على كلمة باي بيتكوين اللي هي مثلا شراء البيتكوين بيعطيكم كم شخص بحث عن هذه الكلمة شراء البيتكوين فإذا في مستثمر رح يشتري بيتكوين أكيد أنه هم يعني بيستخدموا عبارة باي بيتكوين اللي هي شراء البيتكوين وتقدروا تشوفوا أنه في شهر يناير وفبراير كان في حجم كبير في البحث ومن بعدها نزلنا والآن الشرق المسطح وارتفع شوية وما في طلوع قوي وهذا كمان يقول لنا أنه لسه ما في تدفق كبير من المستثمرين والمستخدمين الجدد وبالرغم من أن البيتكوين قريب من الخمسين ألف دولار وهذا شيء جنوني تماما فالبيتكوين ماسك بقوة بالرغم من أنه ما في مستخدمين جدد وفي الحقيقة لما نزل البيتكوين من سعر 46 ألف دولار إلى 30 ألف دولار تخيلوا كمية الناس السلبيين والمنتقدين يعني تقدروا تشوفهم وتعرفوا من الناس اللي كانوا يعلقوا على فيديوهاتي واللي ينشروا في تويتر أنا كنت عارف أن البيتكوين خدعة من البداية هذا خدعة وما رح أدخل مرة ثانية في البيتكوين فكل هؤلاء الناس ضيعوا فرصتهم الآن ناس عايزين فقط اختصارات ناس عايزين يصيروا أغنياء بسرعة لأنهم شافوا واحد حصل على 100% أو 200% أو 300% على العملات البديلة أو البيتكوين فاللعبة في الحقيقة مش كده لأن الوقت في السوق هو الأهم من توقيت السوق وبدل ما تحاول أنك توقيت السوق حاول أنه أنت تحط وقت في السوق على قد ما تقدر فإذا بحثت عن شراء البيتكوين بتشوف شوية الطلوع على المؤشر لهذه الكلمة وهذا جيد وهذا كمان يتفق مع اللي نشوفه بالسعر الآن فالسعر طالع والناس يبحثوا عنه أما بالنسبة للنفتز تقدروا تشوفوا أنه عندنا دفعة أكبر لهذا المصطلح ولكن كنا نتخيل أنه الآن الطلوع بيكون أكبر وفي الحقيقة لسا ما وصلنا لنفس الطلوع اللي صار في شعر الثلاثة وهذا يقول لي أن الفلوس اللي في البيتكوين الآن هي نفسها الفلوس الموجودة في السوق يعني مش فلوس من مشاركين جدد وإذا رحنا نشوف متابعين الحسابات المتخصصة في البيتكوين على التويتر هنا نشوف البيتكوين والإيثيريوم والإكس آربي واللايتكوين نشوف أنه عدد المتابعين قاعد يقل وما في طلوع ونفس الشي على المتابعين الجدد لمنصات التداول على التويتر بشكل أسبوعي لأنه فين بتشتري الكريبتو أكيد على منصات التداول ومعظم الناس يتابعوا المنصات على التويتر وهذا اللي حصل لما شفنا أول تدفق لصغار المستثمرين في شهر إبريل ومايو طلوع قوي ومن وقتها هبوط متواصل فالفلوس الموجودة حاليا في الواقع هي قاعدة تتحول إذا تتذكروا عملات الميم مثل الشيبة طلعت بشكل جنوني شوفوا الحجم هنا 14 بليون دولار في الأسبوع ومن وقتها وهي في هبوط وكمان هنا عندنا السيفمون عملة أخرى من عملات الميم حصلت على انتباه كبير فتحولت الأموال من البيتكوين إلى العملات البديلة إلى عملات الميم والآن تدخل للنفتيز وفي الحقيقة هو نفس المبلغ بس يدور بين هذه العملات ولسه ما حصلنا على الموجة الثانية لصغار المستثمرين طيب عايز أسألكم إيش تتوقعوا بنشوف لما نحصل على الموجة الثانية الكبرى لصغار المستثمرين لما يدخلوا في السوق أكثر أقول لكم أن الأشياء تصير مجنونة قبل ما أنهي هذا الفيديو عايز أتكلم شوية عن الويو تكلمت عن هذا قبل يومين لما قلت لكم أنه أنا مستثمر فيه في ناس يسألوني أنهما سجلوا ولكن ما جاهم شيء لازم تشوفوا ملف الإسبام عندكم في الإيميل لأنه أوقات تروح لملفات الإسبام زي حالتي كانت في ملف الإسبام طيب هل هذا ممكن يطلع بقوة؟ أكيد هل ممكن يطلع 100%؟ أكيد وهل ممكن ينزل بالنسبة 85%؟ أكيد أكيد ممكن لأنه هذا اللي يحدد في العملات الصغيرة وهذا بيع خاص فممكن تطلع أكثر من 100X وممكن تنزل للأسفل ويعتمد هذا بشكل رئيسي على حالة السوق وكمان على شغل الفريق وهذا كان كل اللي عندي اليوم يا جماعة شكرا جزيلا للمشاهدة وبشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر